هزت أركان مدينة العلم والأدب جازان وتأثر المجتمع السعودي بأكمله شخص في العقد الخامس من العمر يقدم على نحر ابنه الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي قرب الإسكان الخيري بأحد المسارحة الأب كان قد اصطحب ابنه بعد نهاية اليوم الدراسي من مدرسته التي يدرس بها إلى أحد الأحواش جنوب منزله وقام بذبحه بسكين كان يحمله معه دون أن يعرف ما هو الدافع لهذا الأب على فعلته الشنيعة الجهات الأمنية باشرت موقع الجريمة حيث وجدت الطفل متوفى وقد احتضن كتبه المدرسية فيما قام والده بتسليم نفسه للجهات الأمنية طفل بريء كان المستقبل أمامه بأي ذنب قتل وزهقت روحه بكل وحشية وبشاعة من والده المجرم انتشار مثل هذه الجرائم البشعة والقبيحة مؤخرا على ماذا يدل وهل عدم الرقابة لمن هم مجرمين أو مدمنين أو مختلين نفسيا سبب رئيسي لوقوعها جريمة سيبقى أثرها راسخا في منطقة جزان وستظل مضربا للمثل عندما تذكر قصص نزعت الرحمة من قلوب أصحابها موسيقى